مرحبا بكم متابعي قناة مرشدي التربوية في درس جديد يتعلق بمكون التعبير الكتابي أصف منتزها مرجع المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث من التعليم الابتدائي صفحة 164 من كتاب المتعلم والمتعلمة قبل البدء في الدرس أدعوكم إن كنتم زوارا بالاشتراك في قناتنا وكذلك مشاركة المقطع مع الأصدقاء تجدون رابط الأسبوع الثاني والثالث والرابع صفحة 173 في صندوق الوصف نبدأ بأخطط للكتابة أقرأ موضوع أحكي عن زيارتي لمنتزه وأصفه أخطط لموضوعي السؤال ألاحظ الخططة وأستعين بالرصيد ثم أتحدث شفاهيا عن كل عنصر من عناصر الموضوع عن المقدمة عناصرها متى توجهت إلى المنتزه؟ سؤالتني مع من توجهت إلى المنتزه؟ ولماذا توجهت إلى المنتزه؟ الغرض أو السبب نعم توجهت إلى المنتزه عن نوع الرصيد يمكن أن نأخذ صباح يوم مشرق في وقت مبكر في عطلة الربيع في نهاية الأسبوع ويمكن أن نضيف نحن اختيارات أخرى حسب رغبتنا ما فهم؟ إذا ما كانش عنا نعتمد فقط على الرصيد اللي تونهم سؤالتني مع من توجهت إلى المنتزه؟ مع من مشيت المنتزه؟ واش؟ مع الوالد ديالك؟ أو مع أسرتي؟ يعني الأسرة ديالكم كاملة؟ أو في رحلة مدرسية؟ سؤال آخر لماذا توجهت إلى المنتزه؟ ما هو السبب الذي دفعك لزيارة المنتزه؟ واش؟ للنزهة أو للاستجمال أو للتعرف على أشياء جديدة مثلا كرحلة مدرسية مثلا تعرف على أنواع من الأشجار أو النباتات أو أنواع من الصخور وغيرها يكون الهدف محددا ننتقل إلى العرض عندنا الأسئلة أين يوجد المنتزه؟ في الراسل اللي اعتدونا واش؟ في موقع جبلي في موقع سياحي موقع ساحر ودي لنا نقط حدف يعني نقدر نزيد إحنا واحد المعلومات أخرى يعني لابغي ننضيف شي موقع أخرى نعم السؤال الثاني ماذا تحيط أو ماذا تحيط بالمنتزاي أو يحيط بالمنتزاي؟ واش؟ حدائق تسحر العين بساتين وحقول كثيرة الغلال ساحة وممرات للتنزه ويمكن ننضيف شي حاجة أخرى تفقنا إلا كنت تعرف شي منتزاي مثلا نظرته ما فيه شد الأشياء اللي تكررها وما وفيه أشياء أنت اجتها ممكن أنك تكرر بماذا يتميز المنتزة؟ هد المنتزة أشنا هي العناصر اللي كتميزوا على المنتزات الأخرى مثلا طبيعة خلابة نسيم عليل هواء منعيش جو مريح ألحان موسيقية طبيعية كل واحد كيختار باش كتميز هد المنطقة ماذا يبدو على الزوار؟ الزوار منين كيزوروا هد المنتزة كيفاش نوع الشعور دي يومي يعني كيفاش كتشوف الوجه دي لهم واش الانشراح والراحة الإعجاب والإنبهار بالمنتزة أو عبارات أخرى الخاتمة عن كيف كان شعوري في النهاية يعني مني نسلتي هد زيارة لهد المنتزة هواش كانت زيارة منتعة زيارة ممتازة أو قتي ما أروع مناظر المنتزة يعني الإعجاب والدهول في الآخر ماذا تمنيت أنت هواش العودة للمنتزة هذا المنتزة أعجبك وبغيتي تعود ترجع لله زيارة منتزهات سياحية مغربية حبيتي أنك تمشي لواحي منتزهات أخرى تعرف عليهم من جديد أو اكتشاف جمالي بلادي بعد الشرح ننتقل إلى السؤال الثاني أكتب جملة أو جملتين عن كل عنصر من عناصر الموضوع بالنسبة للمقدمة توجهت إلى المنتزه في نهاية الأسبوع أنتما يمكن تديروا توجهت إلى المنتزه مثلا في صباح يوم مشرق في عطلة الرابع في إحدى العطل أنتما اختاروا ما يناسبكم مع أسرتي أنا اخترت مثلا ذهبت مع أسرتي أنتما يمكن تختاروا الأسرة ديكم إما مع الأب ديكم أو مع في رحلة مدرسية وغيرها الهدف للنزهات إذن توجهت إلى المنتزه في نهاية الأسبوع مع أسرتي للنزهات ننتقل إلى العرض العرض يوجد المنتزه في موقع جبلي أنا اخترت مثلا في موقع جبلي وتحيط به بساتين وحقول كثيرة الغلال يعني أشكي حط كيدور بهذا المنتزه هو بساتين وحقول كثيرة الغلال والإنتاج يتميز المنتزه بطبيعة خلابة وهواء منعش وجو مريح يمكن نزيد لهم كلمات أو يمكن نحذفه كلمتي يعني نكتفي بطبيعة خلابة وهواء منعش أو يمكن أن نزيد واحد كلمات أخرى على دم الوصف التي لا أما الزوار فتبدو عليهم علامات الإعجاب بالمتنزه بمعنى أن الزوار تبدو على الوجه ديالهم يعني هذه العلامات ديال الفرح والإعجاب يعني كيتمنوا مثلا أنهم يرجعون مرة أخرى وغير ذلك بالنسبة للخاتمة مثلا أنا أبدت الخاتمة ديالي ما أروع مناظر المنتزه أتمنى أن أزور منتزهات سياحية مغربية أخرى مثلا أنتم يمكن نكتبوا مثلا زيارة إنها مثلا زيارة ممتعة وأتمنى مثلا العودة إلى المنتزه ليس بالضرورة ندروا هذا الشيء اللي أخذت أنا أنا كان أعطيكم واحد مثل ويمكن إحنا نعطي واحد مثل آخر نستعنو به ونكمله إحنا لإنتاج ديالنا تفقنا بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس وقد تركت لكم في صندوق الوصف الجواب على صفحة 170 الخاص بالتابي الكتابي أصف منتزها الأسبوع الثاني والثالث والرابع شكرا على المتابعة وإلى اللقاء